سؤال التاني الست أم حسن اللي جالها الشيخ وما قال أختها بنتك حتختفي ده بيلعب بيكم لا يعلم الغيب إلا الله ولو كان في اللي انت ده يعني بنقصين كده وما نقدرش نقول إنه شيخ بالمفهوم المصري لكلمة الشيخ يعني إنه عالم أو هذا الذي يدعي إنه بيعرف الغيب لو كان هذا على خير ما قال الذي قاله لكم ما قال الذي قاله لك بإنك أنت أسأتي إلى هذا الابن اللي كان عنده ضمور والسائلة الكريمة دي حضرتك سألتين قبل كده اللي عنده ضمور وقلت الولاد لما كنت بقعدوا على الكرسي قدام البيت يسخروا منه ويهزقوا ويتطولوا عليه للأسف فكنت بتخديه عشان تدخليه جوه عشان ما يؤذوش هذا الصبي وكنت بتقولي أنا كنت بحسه عايز يخرج وكنت بدخله يعني أنت كان غرضك أساسا خير ممكن تكوني زودتيها شوية لكن الغرض بتاعك إيه الله سبحانه وتعالى أعلم بما يدور في نفوسنا وده الحمد لله أنه ربنا يعني سبحانه وتعالى يعني يعلم السر وأخفى من السر ما يدور في خلد الإنسان وما في قلب الإنسان لأنه ده في رحمة كبيرة لينا من أخطاء نكونوا إعنى فيها بالجوارح لكن القلوب يعني ما كانتش تقصد ده فاستغفر الله وبعدوا عن الناس دي ونقرأ وزي ما أنت قلت لها التحصينات ومش محتاج أن أنا أروح ولا أكلم سين ولا أكلم صاد القرآن ما خلاش لحد سلطان علينا إحنا كده على طول ادعوني أستجرب لكم فبسأل الله دعاء طلب دعاء ذكر دعاء رجاء على طول وإذا سألك عبادي عني فإني ما ألش قل لهم يا أيها النبي الكريم إني قريب أجهب دعوة الدعي إذا دعان ده حتى الآية دي في القرآن كله أدعية كل الآيات اللي جات فيها سؤال وجواب يسألونك ماذا ينفقون قل كده يسألونك عن الخمر والميسر قل أي قل أيها الرسول الكريم الآية الوحيدة اللي جات سؤال وإجابة مباشرة عشان تشعر الذي يلجأ إلى مولاه بالدعاء بالقرب الشديد أنت اللي بعيد بقى أرب وادعي وسل الله من خير الدنيا والآخرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان والفأل السرعة وما قالش فقل لهم ما فيش وسطات مني على طول أول ما تكلم أول ما سكده مش قبل ما تكلم وأنا بذكره بقلبي خلاص أنا في الحضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمخلصين المجيدين المفتوح ليهم في هذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء ترجمة نانسي قنقر